السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى يا ربي تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله بإذن الله النهاردة هيكون موجود معانا فرصة ممتازة جدا بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها حب وضح لحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة ودي القناة بتاعتنا هتلاقي عليها كل شيء منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا ودول كتيرة جدا مختلفة طبعا بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر الى الخارج وكنا عرضنا بعض المواقع لمن خلال هتقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة بالاضافة كمان وفرنا فرصة حصرية عن طريق قناتنا وهي فرصة التطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف وتم اعلان الفائزين عن هذه الفرصة وان شاء الله بإذن الله يكون موجود معنا فرص جاي كتير التقديم واللي بقول فيه حصرية عن طريق قناتنا طبعا بالاضافة كمان وفرنا خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة ومنحة انت عايزة تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباه شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يريد تعمل وتضغط على الجرس سوير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحب ان اوي كمان جماعة رابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على الفيسبوك. ورابط التقديم الخاصة بي المنحة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاو موجودة في صندوق الوصفة اسفل الفيديو. طيب خلاني نبدأ على بركة الله ونتكلم عن فرصة النهاردة. فرصة النهاردة هي عبارة عن قرعة اللوتري اللي هي الهجرة الى امريكا. طبعا اكيد فرصة ممتازة جدا. وهي هتكون لسنة الفين واحد وعشرين. خلينا نعرف تفاصيل اكتر ومميزات القرعة دي ومميزات الهجرة الى امريكا. طيب الدولة المقدمة لهذه الفرصة هي الولايات المتحدة الامريكية. تمام? الدول المتاحة للتقديم كل دول العالم متاحة للتقديم في هذه الفرصة في حاجة اضافية كمان ان القرعة دي جماعة او الهجرة دي كل سنة بيتم استقبال او بيتم قبول خمسين الف شخص من جميع الدول كل الدول المتاحة للتقديم في هذه الفرصة بيتم استقبال منها خمسين الف شخص يعني عدد كبير جدا بيتم استقباله في هذه الفرصة طيب خلينا نعرف اكتر عن القرعة دي او الهجرة الامريكا عن طريق القرعة وايه المميزات بتاعة هذه القرعة اولا من المميزات بتاعة القرعة ان لا يوجد شرط اللغة حضرتك مش مطلوب منك تكون بتهرة في اللغة الانجليزية تمام لانها هجرة فبالتالي انت مش هتروح تدري سنات هي هجرة فمش مطلوب منك اي مستوى في اللغة الانجليزية او حتى شهادة اللغة الانجليزية طيب كمان ليس بها حد اقصى للعمر للتقديم ما فيهاش حد اقصى للعمر سنك كبير اه اهم حاجة سنك يكون فوق سن فوق التمنتاشر سنة تمام ده طبعا افضل والماكسيمون في العمر اه يعني غير محدد تمام فدي برضو حاجة ممتازة جدا كمان متاحة لجميع الفئات والمراحل الدراسية يعني متاح التقديم فيها لو انت خريج سنوية عامة لو انت خريج مؤهل لو انت خريج معهد لو انت خريج اي اه مؤهل دراسي تقدر تقدم عليها مش مشترطة مؤهل دراسي خالص تمام متاحة لجميع الفئات والمرحل الدراسية كمان لا يشترط عند التقديم في قرعة الهجرة العشوائية للولايات المتحدة ان تمتلك شارة خبرة في اي مهنة معظم الفرص والمنح بيقول لك ايه لازم يكون معاك خبرة مش عارف سنتين على الاقل في مجال ما وحاجات كده لأ الفرصة دي يعني ملهاش اي علاقة بالخبرة خالص هي فرصة هجرة مش مطلوب منك خبرة في اي مجال تمام طيب كمان الفوص في القرعة في الاساس يمنحك تأشير الدخول شرعية الى امريكا يعني انت بتخش بنسبة مية في المية بطريقة شرعية الى امريكا من غير تعخيضات من غير اي شيء تمام وفي حال الحصول على التأشيرة لو خلص انت اه اه تم ابونك واخدت التأشير عشان تهاجر الامريكا بيتم منحك حاجة اسمها الجرين كارد الامريكا والجرين كارد ده بيعني الاقامة دائمة بيبقى معك الاقامة دائمة في امريكا يعني انت دلوقتي تم ابولك في القرعة خلاص حصلت على التأشيرة من السفارة بتسافر بعد كده بتقعد هناك تمام لمدة ست شهور بعد ست شهور بتاخد حاجة اسمها الاجرين كارد اللي هي الاقامة الجميلة جدا انه يمكنك التقديم على جنسية الولايات المتحدة بعد خمس سنوات من الاجرين كارد تمام وتقعد خمس سنين بعد لما تقود خمس سنين متواصلة بتاخد الجنسية وتبقى مواطن امريكي بتتبتع بكامل الحقوق. تمام? الخاصة بامريكا. فيعني ده شيء ممتاز جدا. وكله عارف طبعا الباسبور الامريكي يعني يقدر يدخلك دول اعتقد ممكن مية سبعة وستين دولة تقدر تخشون بالباسبور الامريكي. من غير الحاجة الى تأشيرة. فانت معاك يعني انت ازا امتلكت جنسية الولايات المتحدة انت معاك اقوى باسبور في العالم. تمام? طيب. ده بالنسبة لي مميزات القرعة. طيب مميزات بعد الهجرة الى امريكا. بعد لما تهاجر خلاص انت دلوقتي هجرت يعني خلاص خدت التأشيرة وبالفعل انت متواجد في امريكا حاليا. المميزات. المميزات ما بعد الهجرة الى امريكا اولا الاستفادة من مزايا التعليم في امريكا. تقدر انك تستفيد من كل مزايا التعليم. لو عايز تقدم في جامعة تتعلم حاجة معينة تقدر عادي جدا كأنك مواطن امريكي. كمان الاستفادة من القطاع الطبي المتقدم. يعني انت تقدر كمان تاخد تأمين صحي وتستفاد من يعني العلاج وكل هذه الاشياء استفادة كاملة. كمان العيش في وطن امن تمام. يعني امريكا دولة متقدمة برضو. في ناس كتيرة بتاهلم بيها. ويعني حاجة ممتازة جدا. الاستمتاع بالحرية وعدم الخوف من ابداء رأيك. تمام? لان طبعا معروف في امريكا الحرية يعني حاجة معروفة جدا عندهم. ما فيش استبداد او اي شيء. تمام? اه كمان العمل في امريكا في اي مكان. تقدر انك تشتغل في اي مكان انت عايزه سواء قطاع خاص اه قطاع عام. تقدر تشتغل فيه برضو عادي. تمام? وده بيساعدك يعني الجرين كارد والهجرة عن طريق القرعة بيساعدك في كل هزي الاشياء. كمان الحاجة المميزة جدا يمكن لعائلتك ان تهاجر وتلحق بك الامريكا. خلاص انت حضرتك روحت دلوقتي سافرت معاك الجرين كارد بعد كده بتعمل دعوة لعائلتك وبتهاجر معاك عادي جدا ما فيش اي مشكلة. خلاص? يبقى دي مميزات القرعة ودي مميزات بعد الهجرة الى امريكا. وطبعا في مميزات كتيرة جدا هتستفيدها من الهجرة الامريكا. ولكن احنا حبينا نجمع الحاجات الشائعة تمام? او الحاجات الرئيسية يعني. طيب اخر موعد للتقديم في الفرصة دي او في القرعة هو امتى? هو عشرة نوفمبر الفين وعشرين. التقديم حاليا يا جماعة متاح. تمام? اه اخر موعد للتقديم هو عشرة نوفمبر الفين وعشرين. طيب. موعد اعلان النتائج. النتائج بيتم اعلانها في شهر مايو الفين واحد وعشرين بتعرف اذا كنت تتقبلت ولا ترفض. تمام? فوقت اعلان النتيجة شوية كبير. يعني انت التقديم بيخلص عشرة نوفمبر الفين وعشرين وانت بتستنى لحد شهر مايو الفين واحد وعشرين عشان تعرف النتيجة. تمام كده? لان طبعا اه يعني بيقدم عدد كبير فبتالي بياخد وقت في المراجعة. اه بالنسبة كمان لانت المفروض لو اه اتقابلت في في القرعة تمام? المفترض انك بتسافر في سنة الفين واحد وعشرين. خلاص لو مساء على شهر سبتمبر اكتوبر بتكون انت بالفعل متواجد في امريكا. خلاص? ايو ده بالنسبة للتفاصيل. وهنا عندنا حاجة ان طبعا قناتنا قناة من كل الالوان بتوفر خدمات اضافية زي خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة ومنحة انت عايزها. يعني لو عايز ان احنا نقدم لك لهذه الفرصة بشكل احترافي ونوفر لك الاشياء المطلوبة فيها آآ بامتياز. آآ طبعا ده متاح. آآ الخدمة التانية خدمة تجهيز الاوراية بشكل احترافي. يعني ممكن نجهز لك الاوراية اللي لاستخدامها في التقديم في اي منحة او فرصة انت عايزها. تمام? دي برضو الخدمة التانية. ولو عايز اي خدمة من هذه الخدمات هتلاقي رابط استمرت كل خدمة موجود في صندوق الوصف اسمال الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله وآآ نشوف الموقع الرسمي للفرصة وكيفية التقديم لها. هتيجي تضغط على الموقع الرسمي الفرصة هيفتح معك بهذا الشكل. تمام? ده الموقع الرسمي للفرصة الخاصة بقرية امريكا او اللوترين. بيزهر لك هنا زي كود كده بتكتبه في الاولة وبتضغط على صميت للكود ده عشان يدخلك لصفحة آآ التقديم في الفرصة. طيب بعد لما بتكتب الكود وبتضغط صميت بيزهر معاك الفورم بهذا الشكل. الفورم ده مش صعب ولكن تملاقي بشكل كويس يعني. او الحاجة مطلوب بياناتك اسم الاول اسم العائلة الجندر بتاعك تاريخ ميلادك المدينة اللي تولدت فيها والدولة بتختار هل انت مؤهل للمنحة ولا لأ بتختار آآ هنا جواز الصفر بيانات جواز الصفر بتاعتك لازم تحطها. تمام? آآ هنا هنا بقى للجوزية دي يا جماعة نركز لان هنا آآ لازم تحط صورة شخصية ليك. ولازم تحط صورة شخصية ليك بآآ يعني آآ معين. تمام? فلازم انت الصورة شخصية تكون بتاعتك واضحة تكون وشك واضح فيها او وجهك واضح فيها. آآ الاوزنين والانين واضحين. آآ ما تكونش حاطت حاجة على عينك لو انت شخص اللابس نظارة او حاجة تحاول تكون صورتك بدون نظارة. تمام? آآ طبعا آآ ما تحاولش كمان تحط حاجة على راسك يعني الصورة تكون نقية. الا لو ازا كان للفتيات او البنات. آآ ازا كانوا مسلا محجبات او ليه علاقة بآآ بحاجة دينية فعادي بتتصور بالحجاب مسلا. انما لو آآ شاب او كده او شخص عادي. خلاص انت والشكل لازم يكون واضح بشكل كامل بدون اي مؤسرة او اي اشياء خارجية. تمام? طيب. هنا بتكتب في الجزية دي عنوانك. تكتب كل التفاصيل. الانوان الاقامة الحالي. حتى لو انت عاد في دولة غير دولتك الاصلية اللي توردت فيها. خلاص. بتكتب الدولة والانوان بالتفصيل. بتحط رقم تليفونك. تمام? الدولة اللي انت عايش فيها. حط ايميلك. بتختار المؤهل التعليمي بتاعك. انت شخص مخلص مدرسة ابتدائية فقط. ولا مدرسة سانوية. ولا معك بكالوريوس. ولا لسه بتدرس في البكالوريوس. معك مصدر. ولا لسه بتدرس في المصدر. بتختار اللي فيها الدراسية اللي انت آآ يعني آآ انت بتنتمي لها حاليا. وانا بتختار من حيس الحالة الاجتماعية. انت متزوج مطلخ اعزب. آآ ليك زوجة في امريكا. هكذا يعني. بتختار حالتك الاجتماعية. وهنا لو عندك اطفال آآ بتحط طبعا كمعددهم. لو ما عندكش بتسيب بتحط في الخانة دي زيرو كده. تمام? ده بالنسبة للجزئية دي. بعد لما حضرتك بتملى كل البيانات دي بتضغط على كلمة بعد لما بتضغط على كلمة بيالقلك لصفحة تانية. انا مش هادرا للصفحة التانية لان لازم املى البيانات الاول. بس انا هشرح لكم نظريا كده بيكون ايه? بعد لما بتكتب بيانات دي كلها بتضغط على كلمة بيدخلك لصفحة فيها نفس الحاجات دي بس خلاص انت بيقول لك اعمل تشيك عليها. يعني الحاجات اللي كتابتها دي بيقولولك افحصها هل مكتوبة بشكل صحيح ولا لا? ولو مش مكتوبة بشكل صحيح بيظهر لك آآ زي كده او زر ترجع تاني للصفحة دي وبتأيد كتابة آآ الشيء الخطأ مسلا عندك. ولو الشيء ده تمام لو خلص الصفحة دي البيانات اللي موجودة قدامك تمام بيظهر لك كلمة اسمها صاب ميت بتلاقيه في الآخر الصفحة خالص بتضغط على كلمة صاب ميت دي بعد كده بيقولك كده تم تقديم طلبك بنجاح وبتلاقيه بيطلع لك حاجة اسمها يعني انت الصورة اللي بتطلع لك لما بتسجل لما بتبعته لازم تحتفظ بها لان فيها الكود ده لما بتيجي تظهر النتيجة انت حضرتك بتدخل الكود ده في المربع اللي هو وقت زهور النتيجة بتدخل الكود وبتدخل اسمك وتاريخ ميلادك وبيطلع لك النتيجة از كنت اتقابلت ولا ترفض على نفس الموقع ده تمام عشان يبقى الموضوع واضح يبقى بعد لما تضغط صميت لازم تحتفظ بكل بيانات اللي هتكون موجودة قدامك فكده شرحنا كل تفاصيل القرعة قرعة ممتازة جدا يعني آآ برضو نسبة القبول فيها يعني لحد ما كويسة لانه ما بياخدوا خمسين الف واحد فبرضو العدد يعني آآ كويس يعني مش عدد قليل تمام شرحنا كل المميزات كل التفاصيل فلو حابين تقدموا لها يا ريت اخر موعد للتقديم عشرة نوفمبر الفين وعشرين وان شاء الله بازن الله يكون بالتوفيق ولا بوليكم في هذه الفرصة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته